على بركة الله يبدأ منتخبنا الوطني اليوم وعسكره المغلق استعدادا لكأس الأمم الأفريقية في كود ديبور اشتركوا في القناة بحلام كثيرة وطموحات كبيرة بيبدأ منتخبنا الوطني معسكره في العاصمة الإدارية الجديدة تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية اللي هتنطلق في كود ديبور بداية من 13 يناير الجاري صلاح ورفاقه في آخر تجهيزاتهم لرحلة البحث عن لقب غائب منذ 14 عام وتحديدا من 2010 كلنا وراء منتخبنا جهاز فني ولاعبين كلنا عن شجاعهم ونساندهم كلنا عندنا ثقافيهم أبطالنا يقدروا يتقلقوا ويتقدموا ويكملوا ويلعبوا السبع مباريات ويرجعوا لنا إن شاء الله بكاية سمدر موسيقى 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 وأنت تحاول أن تنفرد بصدارة الدورة الإنجليزية كلها ظروف صعبة جدا فعشان تعرف قيمة محمد صلاح الكبيرة أوي هو قيمته كبيرة بس حايف بس أعرفك أنها قيمته كبيرة أوي 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 الراجل بعد كده يسجل هدف ويسجل هدف تاني هو نفسه يسجل هدف تاني هو المباراة خلصة أربعة اتنين لليفربول هو سجل هدفين هدف أول افتتاح النتيجة لمحمد صلاح الهدف الأخير اللي هو الرابع للليفربول سجله محمد صلاح من ضربة جزاء يعني ما تحسبت ضربة جزاء تانية لليفربول قلت أكيد محمد صلاح مش هيروح لا 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 هو مش مجنون لا موضوع صعب قوي ده ضغط نفسه عظيم جدا والنتيجة تلالة اتنين ولسه فاضل حوالي خمس ست دقايق على المباراة وبالتالي محمد صلاح مش هشوت ضربة جزاء عشان ما يشيلش بقى خلاص اللي عملية صعبة قوي عندك لعبة كتير ممكن شوت ضربة جزاء شمالة محمد صلاح الراجل يخش يشوت ضربة الجزاء التانية ليه في المباراة ويسجلها بطريقة روعة ايه العقلية دي ايه العقلية دي ازاي التطور الزهني والنفسي بجانب التطور الفني والبدني اللي حصل لمحمد صلاح انت معاك حرفيا واحد من افضل لعيب العالم اللي لم يكن افضلهم نهارده محمد صلاح بالهدفين دولة ساوى مع هلند في صدارة هدف الدول الإنجليزي وبصراحة اي لعب في العالم اي لعب في العالم يعرف يجاري هلند يبقى لعب استثنائي يعني هلند ربنا مديله موهبة خرافية في التسجيل خد بالك هلند مهاجم صريح خليك فاكر دايما ان صلاح جناح دي مش ارقام لعب بيلعب ناحية الجناح مش مهاجم صريح ارقام خيالية نهارده هدف دوري انجليزي مع هلند بص الارقام محمد صلاح وصل لهدفه رقم 150 مع ليبر بول في بريميا الليج محمد صلاح اصبح خامس لاعب في تاريخ الدول الإنجليزي الممتاز يسجل خمس لاعب في ايه؟ في تاريخ الدول الإنجليزي الممتاز اهم دوري في العالم هو رقم خمسة فيه 150 هدف مع فريق واحد بعد هاري كين وسيرجو أجويرو ووين روني و تيري هنري محمد صلاح وصل لهدفه رقم 14 في 20 لقاء مع ليبر بول في الدول الإنجليزي هذا الموسم ليتقاصم صدارة هداف البطولة بالتساوي طبعا مع إيلينج هلند ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ ايه الارقام دي؟ ارقام عظيمة ارقام خرافية طيب احنا معنا فيديو خاص من باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق ادهن في رقم 10 تصريحات خاصة لرقم 10 التحدث فيها عن كأس الأمم الأفريقية البطولة اللي هتنطلق خلال أيام وتحدث أيضا كثيرا وبروعة عن نجمنا المصري وفخرنا محمد صلاح وطبعا طبعا أشاد بالنادي الاهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة نشوف أهلا بكم جميعا أنا باولو كامبوس مدرب كرة قدم لدي خبرة كبيرة في أوروبا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى آسيا وإفريقيا بعد 45 عاما من العمل في مجال التدريب دائما أشعر بالسعادة حينما أرى أداء الأهل المصري في كأس العالم للأندية إنه ممتع للغاية أنا أعرف جيدا كرة القدم المصرية منذ كنت مدربا في قارة إفريقيا الأهل يستحق أن يكون صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية خاصة مع فارق المستوى الذي يتمتع به منشستر سيتي وفلومينينسي من ناحية الإمكانيات تهانين لكرة القدم المصرية وعام بعد الآخر ستتطور الكرة هناك تهانين للنادي الأهلي على النجاح الدائم الآن أود أن أذكركم بأننا سنبدأ بطولة الأمم الإفريقية العظيمة يا إلهي أمر رائع لدي لحظات رائعة في مشاهدة البطولة والمشاركة فيها أيضا شيء خيالي أن تشاهد منتخبات عظيمة في إفريقيا وعلى أعلى مستوى يمكن مقارنته بمنتخبات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وبأسلوب لعب عالمي من حيث الجودة والقوة العديد من المنتخبات مثل مصر وغانا والمغرب والجزائر والسنغال وساحل العاج نيجيريا والعديد من المنتخبات الأخرى فجودة البطولة ستكون مذهلة سأتابع البطولة من البرازيل من خلال التلفاز وسأستمتع بالمباريات لأن كرة القدم في إفريقيا من الأفضل في العالم مبروك وحظ الموفق مقدما وأتوقعها منافسة قوية أود أيضا أن أستغل هذه الفرصة لأبارك لمحمد صلاح لاعب موهوب واحد من أفضل اللاعبين في العالم لاعب من مصر ويلعب في ليفربول ولا ننسى أيضا أنه كان يوجد لاعبين رائعين من مصر كانوا يلعبون في أوروبا خلال السنوات الماضية وأتوقع أن يلتحق المزيد من اللاعبين الشباب بمحمد صلاح في المستقبل أتذكر تيريزيجي والنيني والعديد من اللاعبين العظماء أتوقع أن يكون هناك المزيد من محمد صلاح في المستقبل مبروك لكرة القدم المصرية أنتم من الأفضل على مستوى العالم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة أولف مبروك شكرا جزيلا ما السلامة كلام محترم من مدرب كبير وعظيم صلاح بالمناسبة النهاردة بعد ما سجل هدف الأول لليفربول في نيوكاسل كان لي احتفال خاص جدا احتفال يشبه احتفال شهير ليه كريستيانو ونالده لما راح أو قعد على اللفتات الإعلانية وبدأ يعني يقعد قعدة كده اللي هو أنا جاي منعطونا الصورة يا جماعة وأنا بوصفها أهيه أهيه احتفال جديد بالنسبة لصلاح يعني أول ما أنا تشوف صلاح بيحتفل بالطريقة دي بس احتفال حلو احتفال حلو وفيه ثقة عظيمة جدا هداف الدورة الإنجليزي بيسجل هدف بعد ما أضع ضرب الجزاء إيه الرواع دي عقلية مش طبيعية أنا بحيب محمد صلاح يا جماعة أنا عايفين أنت كلكم أنا كلكم بتحب محمد صلاح بس أنا بحيب محمد صلاح جدا جدا اللي زي حالاتي فرج على إيه بقى أفارقة كتير وبتتقلق في دوريات أوروبية وإنجليزية وأسبانية وفرنسية وإيطالية كتير كان نفسي لقى مصري بقى من نفس التقلق ده هو تفوق على يوم كلهم تفوق على كل الأفارقة في التاريخ في الدوريات العالمية وبقى واحد من أهم من جمع العالم على مرة التاريخ كمان مش بس أفارقة سطورة يعني بكل المقاييس تعالى أوريك جدول الدولة الإنجليزية اللي مولع قوي السنة دي قوي طبعا طبعا ليفربول بعد الفوز النهاردة انفرض تماما بيه الصدارة يلا بينا اعرضوا يا شباب يلا أهو ليفربول فيه الصدارة بـ 45.20 مباراة يليه أسلون فيلا بـ 42.20 مباراة أيضا منشستر سيتي في المركز السادس بـ 40.00 مباراة لو فاز المباراة القادمة هيبقى 43.00 مباراة بفارق نقطين عن ليفربول أرسنال اللي خسر آخر مباراة 2 وتراجعت النتائج بشكل غريب جدا أرسنال في المركز الرابع بـ 40.00 مباراة توتنهام في المركز الخامس من 20.00 مباراة 39.00 مباراة وهكذا واستهام في المركز السادس بـ 33.00 مباراة منشستر يونيتد بـ 31.00 مباراة تشلسي بـ 28.00 نقطة دول أول عشر فرق في الدوري الإنجليزي الممتز عايز بقى أكلمكم عن ما حدث في مباراة الدوري النهاردة بس فيه نقطة محبتش أبدأ بيها تاني محبتش أبدأ بيها رغم أنها حدث كبير النهاردة ولازم ندوس عليه ونشيليه بشكل واضح جدا عشان كان هدفي بصراحة وندخل حلقة النهاردة وقلت هعمل كده كل يوم أنا هتكلم على منتخم مصر الأول وندي الحقه لمنتخم مصر واهتمام كامل بمنتخم مصر وبقى كان نتكلم على أي حاجة تاني وعشان هي حاجة بالنسبة لي مش هحط لها الأهمية أو الأولوية رغم أن هي حاجة مهمة بس مش هحط لها الأولوية فتكلمنا النهاردة على منتخم مصر الأول أنا هتكلم عن اللي حصل النهاردة بين جماهير المصر وجمعيل إسماعيل حوالكم كلكم شفتوه وعرفتوه وحالة الشغب اللي حصلت من عدد قليل كده من الجمعيل هنا وهنا والإحتاجات اللي حصلت بينهم بس من زاوية تانية شوية مش من زاوية بعيدة بس من زاوية تانية شوية يا مش قولك اللي اتنين غلطانين واللي اتنين عيب واللي اتنين حرام واللي اتنين ماينفعش واللي اتنين بلدنا واللي اتنين نصلحنا عنينا بس أنا هفكر جماهير الكورة كلها بأيام صعبة عشناها احنا عايشنا ايام من غير جماهير خالص عايشنا ايام من غير دوري لاسباب كثيرة بسبب اللي حصل قبل كده في مصر أو مصر ولا حصل بسبب الكورونا ولا حصل احداث كتيرة خلتنا نتحرم من جمهور الكورة في المدرجات كلنا كلنا كل يوم كنا بنقول ايه يا رب الجمهور يرجع تاني بس الامور تبقى هادية عايزين الجمهور تاني يملى المدرجات الاندية بتعاني من غير جمهور تحديدا الاندية الجماهيرية بطبيعة الحالية نقطة قوتها الاساسية جمهورها يعني في عندية خاصة نقطة قوتها الفلوس اللي معاها لكن الاندية الجماهيرية نقطة قوتها الجمهور فلو خسرت الجمهور هي هتخسر فكلنا كنا بنقول كده كان الجمهور يعاني يقعد على السوشال ميديا يقول ايه احنا هنفضل طول عمرنا نشجع على السوشال عايزين نروح بقى المدرجات عايزين نشجع فرقتنا فين ايام لما كنا بنغني يا عالأيام الحلوة اللي كنا فيها بنروح لستادو ونبقى جمب بعض جماهير هنا وجماهير هنا يا على الأغاني اللي كنا منهتف بيها يا على الأسر لما كنت بتروح المدرجات يا بفكرك بس بالمشاهد اللي انت وانت بتعمل شغب النهار ده كنت بتقول ليه يا فندم ليه تحرمنا منك شوفت بقول لك ليه تحرمنا منك انت انت هو ليه انت النهار ده هيبقى عندك مشكلة واكيد هتتعاقب على الاقل هتتحرم باقوبات رياضية انك تخش المدرجة تفاصيل كتيرة ليه بأي منطق وبأي معنى مع كامل اللي احترام للإسماعيل والمصر المباراة النهار ده كانت في ايه في نهاية ايه بطولة ايه نهاية بطولة ايه وليه اصلا دايما العلاقات بين المصر والإسماعيل هي العلاقات عظيمة ايه اللي حصل ليه يا جماعة مش هقولك ان انا خايف على ناس تتأذيه ما طبيعي كلنا بنا قدمين انت نفسك وانت بتعمل كده النهار ده لو قزيت حد هتقعد بعدها بديها وطولة انا عملت كده ازاي ما كلنا هنبقى خايفين عن الناس بس شو لك الكلام ده هقولك الكلام اللي يفرق انت معاك هتبقى مبسوط وفرحان وسعيد لو انت مروحتش مباريات فريقك هتبقى مبسوط وسعيد وفرحان لو فريقك اتحرم من جمهوره خالص بنعمل كده ليه ما فهمتهاش ومش رجع تركب معايا انا لو بروح المدرج وبسانة فريق هقعد ملتزم جدا جدا عشان الحمد لله بقى في خطوات من السنة اللي فاتوا سهل قبلها في دخول الجماهير والعادت بتزيد والامور بترجع زي مكان الطبعية وفرحانين كلنا بدوت ونقول يا سلام وكل شوية نستنى لقطة حلوة من الجمهور عشان نسقف ونقول الله على الجمهور يلا تعالى نرجع الجمهور اكتر واكتر ليه بتحرمونا كلنا ليه حرام الله يعني انت لو انت عندك مشكلة خليها برا الاستاد مش تتخاني ولكن عندك مشكلة نفسية مثلا ومداي وطلع تطلع غضبك بعيد عن المدرجات بعيد عن الناس اللي جاية تستمتع تجاية تتخاني في المدرجات تجاية تعمل مشكلة في المدرجات وكراسي بتتكسر واه واه ليه بصراحة حاجة مستفزة وله احنا ما شايف اللقطة دي النهاردة بجانب انه قلبه وجع وكده وحس اللقطة الله يكون فيه مشكلة الحمد لله الحمد لله انفيش اي اصابات او اي مشاكل الحمد لله عدت بس ليه جماعته اقل بنا وليه تخوفونا وليه نخاف ان احنا نتحرم من المدرجات تاني لو سمحتوا اي واحد رايح نازم من بيتهم رايح المدرجات يفرج على مباراة هو بالزبط بالزبط زي اللي رايح يفرج على سينما رايح يفرج على حفلة انت رايح تستمتع يا سيدي انت رايح تفضي هموم يومك ومشاكلك وحياتك وكل الحاجات الصعبة اللي ممكن تعيشها في مباراة كرة قدم تستمتع بيها رايح تتخانق ليه دافع تذكارة للمباراة عشان تتخانق ليه غريبة ما بتركبش معايا انا نازم من بيتنا قلت ايه انا رايح النهاردة خروجة الخروجة دي هروح افرج على مطش فريق ليه عشان عايز بقى عصابي تهدى شوية كده ومبسط بحاجة بحبها انا بحب الكرة وبحب فريتي فروح وانا راجع من المباراة متنكد ومتداي ومكسر وشاتم و ليه كل ده ده يا جماعة الرياضة والكرة في اي حتة في الدنيا مش عندنا بس في كل العالم اه طبعا في شغل بيحصل في العالم بس كلها حاجات مرفوضة وحاجات مؤزية بس الناس في الاصل في الرياضة والكرة بتتفرج على حاجة تستمتع بيها تستمتع بيها تخليها تخلص من هموم الحياة دي كرة او رياضة بشكل عام انا عايفي انا بقول مسلمات والله بس الاسف اللي بيعمل كده ده ما يعرفش حتى المسلمات ما يعرفش الحاجات المنطقية الطبعية ان شاء الله ما بدايا لازم يبقى فيها وقوفات رياضية على اللي حصل وعاجبني دلوقتي انه خلاص بتعارفين المشاجعين دول هم عارفين هم داخلين المباراة حضرك بيبقى ليك فان اي دي ومعروف التذكرة باسمك ومعروف خلاص اللي هيبقى عنده مشكلة يتعاقب يتحرم بقى حسن ما رابطة الاندية تعاقب يعني بقى حرمان مسهم من عدد من المباراة وانا بصراحة انا بقول كده بقول كده والله والله وانا متدايق اللي هقوله ده بس لأ لازم يتعاقبوا عقوبات رياضية كبيرة يعني زي ما بيحصل في انجلترا وفي اسمانيا وفي ايطاليا الناس اللي بتخرج على النص بشكل واضح كده يوصل امر الخنايات دول بيتحرموا ممكن لنهاية الموسم لموسمين لتلاتة حراج مش تخش اللي استاد تاني دي مبداية العقوبات الرياضية اللي هو بيحب فرقيته قوي ده اللي تحمس النهار ده وتخاني ده ده انت لما تحرموا من مطش واحد لفرقيته انت كده يعني اديته عقوبة صعبة جد جد مطش واحد ما بقى لك انت بقى لما تقوله لا معلش بقى انت لنهاية الموسم عشان ما نحرمش بقى جماهيرك او بقى جماهير فرقتك منهم من فرقتك يعني انت معلش بقى رايح شوية انت معاك موسم موسمين تلاتة كده انت مش موجود في اللي سنة التانية ليه انا عملت ايه عديك عرفت عملت ايه عشان غيرك كمان ما يعملش ده اسمعوا كوبات رياضية في الاقول اللي اخي الحمد لله الحمد لله ان الموضوع عدى لخير الحمد لله بس انتو زعلتونا النهار ده شوف انا النهار ده ممكن جمهور الاسماعيلي والمصر هو بفاوة علايا كده عايزيني اقول من اللي غلطان على فكرة انا عارف الكصة يعني عندنا من الكواليس الكصة واللي حصل بس انا مش هطلع حد غلطان مش هقول هو ده اللي غلطان والتاني لا انتو اللي اتنين غلطانين اللي تخانق كفعل وكرد فعل اللي اتنين غلطانين ما فيهاش دي مش هنقض ايه بقى نقول الكصة يعني والحكاية طيب على مستوى المباراة صراحة الاسماعيلي عمل مباراة جهيدة جدا النهار ده والمصري اصطفق شوية بعد الهدف اللي سجلوا الاسماعيلي اضاع كمان عدد من الفرص ساب نهار ده الاسماعيلي النهار ده كمان في المباراة اللي فرجت عليها كان عنده كثير من المساحات وكثير من الكرات اللي اشبه بالانفراضات لو استغل حتى نصهم كان خلص المباراة المصري بعد الهدف اللي سجله عبد الرحمن مجدي اصطفق شوية ولكن يعني اظن الاسماعيلي النهار ده على مستوى الفرص كان افضل من المصري اللي قده بشكل احسن وقدر يسجل هدف التعادل مرة اخرى الاسماعيلي يبقى على وشك الفوز يبقى على وشك الفوز ويخسر نقاط المباراة او جزء من نقاط المباراة زي التعادل النهار ده واللي يفرج عن الاسماعيلي الفترة اللي فاتت يعرف ان الاسماعيلي جيد يعني ما تدارش تقول الاسماعيلي يعني ممكن على مستوى النتائج مش افضل شيء طبعا بس على مستوى الاداء هو في كتير من المباريات هو الاقرب للفوز ما بيحصلش ايه بقى النقطة الفاضية دي او النقطة اللي مش مكتملة دي عند الاسماعيلي نفى مكتر من الكابتن حمد ابراهيم المدارب العام ليه الاسماعيلي يا كابتن حمد مشرف ومنور وانت طيب يا حبيبي كنت لسه بقول دلوقتي الاسماعيلي بيلعب مباريات حلوة جدا يا جماعة واللي بص بس على هاتتي الاسماعيلي او موقفه في الجدول يفتكر ان الاسماعيلي بيعاني السنة دي على المستوى الفني والاداء ولكن على مستوى الفني والاداء قتلك بفارقة على مغ utilсыл مباريات الاسماعيلي السنة دي الاسماعيلي دايما حط في المباريات الغسيرة او تعادل فيها كان بيبقى الاقرب للفوز إيه اللي نقص في الإسماعيل عشان يبدأ بقى يكسب والله الحمد لله كيم يعني بقول إن الحمد لله لد أداء جاي جداً مهاردة ومعظم المباراة بنقدي أداء جاي جداً ومسيطرين على المباراة كل المباراة من أول السيزو لكن أنا بقول إن الأداء الجاي دوت مش على نفس الحدث داقوا اللي هو نتائج المباراة ودي حاجة سيئة جداً لكن أنا بقول إن حدث الفرحص اللي بديعها كريم هي طبعاً الولاد والمواقف بتاع النادي ومواقف الفرقة بيخليك تبقى عندك سن التصرع وبيخلي عدم التعاون في السلس الأخير من بعض الناس لكن أنا بقول اللعيبة قد تبقى بشكل كريم جداً وكاد ترقان في خيره ومجهود كبير جداً كانت الهات بيعمله مع اللعيبة واللعيبة فعلاً بتتعب معها فيارب إن شاء الله الفترة اللي جاي يبقى فيه النتائج تبقى أحسن وأخرى فينا إن فعلاً مباراة زي الساعة النهاردة كريم سيطرة كثيرة جداً عدد كثير جداً من فرص انفراضات صريحة جداً وإزاي إحنا كنا نشتغل عليها الأسبوع اللي فات كله كانت نهاب إنك إنت إزاي تفضل متعاد في ظهر المدافعين للنادي المصري وتقدر تروح بالكلام ده والحمد لله دا حصل جوا المباراة لكن النتيجة مهمة جداً يا كريم مش الأداء دلوقتي في الفترة دية لكن أنا يهمنا أن الأداء يبقى كويس والنتيجة كويسة وده اللي ما بيحصلش لكن إن شاء الله الفترة اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله الكابتن حمد إبراهيم المدارب العام لنادي الإسماعيلي أنا باشح لك شكراً جزيلاً على هذه المدخرة وأتمنى لك دايماً كل التوفيق والجهاز الفندي مش قادر الله أسيب الكصة بتاعة الجماهير دي لو سمحتم والله بقول لي كل مشجعين الكورة عايز أقولك الكلام القريب وهقوله معلش شناسف يعني أعذرني اللي أنا أقوله بس هو الله هو الكلام دا الكلام الحق يعني حتى بحاول أودك في حتة تانية بس هو دا الحق والله لا بلدنا تستاهل ده ولا ملعبنا تستاهل ده ولا فرقنا تستاهل ده منك كمشجع تروح تعمل لنا أي أزمة من أي نوع لو سمحتم شوف لو سمحتم يا شوف أنا النهار دا واحد غيري ممكن يتكلم المجموعة اللي عمت الأزمة دي بطريقة أكثر عنفاً وأكثر تجاوزاً وأن أنتو خربتوها وأنتو عملتوها وأنش عايف إيه أنا يا سيدي بقول لك لو سمحت لو سمحت يعني لو أنت ناوي تعمل مشكلة اعرف أنك بتضريني أنا كمان بتضريني أنا عايزة يروح المدرج عايزة أففرج على المباراة بتضريني في شغل أنا كمان ما أنا مش عايزة أطلع أتكلم على خنايات ومشاكل أنا كمان بتضر واحد فرقة ممكن تتعاقف فالفرقة دي كلها ممكن ما تلعبش فيتخسم منها نقاط فاللعبها تتضر فالإدارة تتضر فعمل غرب في الملابس يتضر أنت بتضر منظومة كاملة فيها ألاف العاملين وما تستصغرش الموضوع ما تقولش أنا أنا عشان شتمت بش عارف مين ولا حدفت كورسي أنا هعمل كل ده آه والله أنت والله أنت تخيل بقى شفت أنت عملت إيه شفت أنت هلشيل زم بكامب الأدم فلو سمحت نروح استمتع ببساطة يعني نهار ده فيه الدوري الممتاز أيضا الاتحاد سكنداري فاز على الداخلية بهدف دون رد هدف سجله إيهاب سمير في مرمى هدف عكسي في الديئة عشرين هدف أمام حضراتكم والاتحاد يتحسن كثيرا جدا 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 وماشي بشكل معقول جدا فيه الدوري مع كابتن طارق العشري هده رائع رائع جدا يعني طيب دي مباراة الاتحاد مع فرقه محترمة مع إدارة محترمة مع جهاز فني محترم أعتقد ماشيين بشكل معقول جدا هرجع تاني لنقطة اللي حصل النهار ده بين جماهير النادي المصري وجماهير النادي الإسماعيل ومرة أخرى ومرة ألف أنا مش هقول مين اللي غلطان عشان ديها مش دوري أنا دوري إن أنا أقول إن اللي حصل في المجمل غلط دور بقى رابط الأندية بالتأكيد تعرف اللي حصل وأكيد هتصدر أقوبات بخصوص هذا الأمر معايا ليه التوضيح أكثر الأستاذ أحمد دياب رئيس رابط الأندية سيد أحمد مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا سيد الخير يا كريم دايما بتشرف إن أنا أكون معاكم سيد الخير على مشاهدينك وإن أنا في الأول اللون كل سنة ومصر كلها طيبة وبخير صح بشوء الله يكون إنسانة سعيدة على مصر ومليانة بالخير وبالتوفيق وبالنجاح لمصر والكرة المصرية بإذن الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربو دي بداية عظيمة جدا بس بداية السنة حصل فيها حاجة دايقتنا كلنا اللي حصل النهاردة بين جمهور النادي المصري وجمهور النادي الإسماعيلي شفت الأمر إزاي وخطواتكم في هذا الأمر هيتكون إيه خلينا قبل ما نخش على اللي شفنانا النهاردة من الكلة أو الحضور اللي كانوا موجودين نوضح معاك حاجة لنا كلية الحاجة الأولى محدش هيرجع مشروع عودة الجمهور لور حتى وإن كان هذه القلة اللي كانوا موجودين للمعارضة في حضور هذه المباراة ولا دول المعبرين عن جمهور النادي الإسماعيلي ولا جمهور النادي المصري ولا جمهور الكرة المصري اللي عبروا عن نفسهم كل حضور خرجوا عن النص هيتعاقب هيتعاقبوا بالربطة بالأقوبات الرياضية والتصرفات وتطورتها عندها هيتعاقب الأقاب القانون من الجهات المعنية صحية احنا مصر بلد قوية كل أجهزتها قوات المسلحة وظرفة الداخلية كل الأجهزة المعنية كانت في ظهر الكرة المصرية والأنداء المصرية بعد فترة جمهور كبيرة جدا وتقبلوا بكل الدعم فكرة المشروع عاوزة الجمهور اللي طراحته الربطة في الموسم قبل الماضي يوم ما تم انتخابنا احنا بنشكرهم على ده زي ما بشكرهم النهاردة على سرعة التداخل والسلكة الأفرخية أعاوز أقولك إن الموضوع ما خدش لحظات ومنتهى الاحترافية الحقيقة بشكرهم على ده ومشكرهم دايما على دعمهم بالكرة المصرية عظيم لكن مشهد سايق جدا أنا مش قدر أستوعب أنت كمشجع نازل المصروب تستمتع بناديك ايوة تشجع نديك ايوة تسعين دقيقة عشان تكون مصدر قوة إدرافية ليه نسافر من إسماعيلية أو من فرسعيد لبرج العرب اللي يوصلك للمشهد ده صح صح فين يعني ايه اللي يقدر انه يوصلك ده صح فلو بتلعب النديين دول نهائي كسع عالم قندية كل اللي مطالب منك إنك تشجع نديك تسعين ديها عشان تديله الدعم صح صح صورة صناعة صناعة بعناصرها الجمهور مدام دخل الأستاذ هو عنصر هام جدا 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 تصنع الكرة القدم اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا بنقول بقى أنه سنتين احنا بنعيد في البنى مع كل شركاء النجاح واحدة واحدة وبتعد الموسم عن الموسم عشان تقدر تتخلص من الجمود اللي كان موجود في السنوات اللي قبل كده عظيم عظيم والكلام اللي انت قلته ده كنت لسه بقول له سيد احمد قبل ما انت تخش عاتوني انت رايح تدفع تسكرة زيك ما اكناك نازل رايح حفلة رايح سينما ترايح تستمتع رايح تهدي أعصابك من ضغوطات حياة كثيرة جدا فمش منطقي أبدا إنك تعمل أزمة ومشكلة في وسط سعي كثير من الناس منهم حضرتك وهجيلك في النقطة دي وكثير من الأندية إن احنا نرجع الجماهير بأكبر عدد ممكن وده بيحصل بأن سنتنا هو وكل شوية بيبقى فيه تقدم في هذا الحمد لله وصلنا للفول كاباسيتي في مرشاط الأندية المصري المشاركة في البطولات الأفريقية وشفنا نهائي كالسغطة السنة اللي فاتت بين المصري والسيراميكا بعدد جمهور يعني بدأنا نشوفه وده في الآخر بيكيب الصناعة نزود مدخيل الأندية هي مركبة يا جماعة صناعة الكور في القدم عناصر بتركب فوق بعض كأي صناعة صحيح فبالتالي حتى تقبل الأجهزة ده بقولها حاجة والمعلمين انت لما فيه طب انت بتعمل في نفسك كده بيه يعني احنا كرطة بنقدر جدا الإعلام الرياضي لما دي قعد يصلوا مننا وانتوا ماشيين في الملف ده بخطوات بطيئة لأن احنا مقتنعين تماما لأن الجمهور هو روح الكور ولكن احنا ماشيين طب لما تيجي بقى من القلة دي ما انت بتعطلني بتعطل الممهومة انت لن تحدد نفسك ولا كده انت حابب نديك ولا حابب بلدك ايوه صح كده انت في آخر نازل من البيت تستمتع بناديك تشجعه تأويه وانت نازل راح تحضر مات شكورة يعني هتكسب هتخسر هتتعادل صح صح بس انت قلتلي انت قلتلي في البداية انه اللي حصل النهاردة من كله ده مش هرجعنا الورا أبدا في ملف عودة الجماهير بشكل كامل في المدرجات كل ثقة ده من قوة الدولة المصرية وقوة أجهزتها وزارة الدخلية والأجهزة المعنية ان احنا هنعمل الأقوبات الرضية على من أخطأ القلة دي وان بإذن الله الملف ده عمره ما نرجع فيه وراء بس في خطوات لقدام ان شاء الله بإذن الله وان شاء الله يعني كلنا ثقة ان ما يبقى شي تأثير على حاجة في الخطوات اللي جاية بإذن الله بإذن الله استاذ أحمد دياب رئيس رابط الأندية المصرية أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل سنة وحضرتك طيب وبخير بداية سنة حلوة المفروض نقول والله عندنا إنجازات رياضية والله عندنا إنجازات في كرة القدم والله عندنا منتخب مصري بيوصل كاسي الأهم الأفريقية قرائم من كاسي العالم داخل على كاسي الأهم الأفريقية ويبدأ البطولة نفسها منتخب أولمبي وصل أولمبيات عندنا الأهل يمكسر الدنيا في أفراقيا وهو في كاسي الأهم للأندية عندنا الزمالك بعد جديد يتحسن وزروفه تتحسن عندنا الإسماعيلي والمصري نفسهم أمورهم بتتحسن وبتخش لقدام عندنا أنديتنا كلها بقت في أفضل حال الرياضة المصرية بشكل عام على مستوى الألعاب الفردية والجماعية وعشرين عجبني جدا الأستاذ أحمد دياب رئيس الربط الأندية لما قال لك كلها ومش هترجعنا الورا أيها مش هترجعنا الورا يعني لما يحصل الخناقة دي النهاردة بين عشرة هنا وعشرة هنا لا مش المفروض أبدا 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 دول يضروا بمجموعة كبيرة من الجماهير كانت ملتزمة ومحترمة وفهمة الأصول وفهمة اللوايح والقوانين والإجراءات وتعاملت معها باحترام دول أبدا ما يقصروش أبدا دول يتحملوا وحدهم اللي حصل لوحدهم بعد المواجهات اللي حصل النهاردة جدول الدوري حصل فيه شوية تغيرات تعال نشوف جدول الدوري المصري بعد آخر مواجهات قبل التوقف لكأس الأمم الأفريقية زيد افسي في صدارة جدول الترتيب من عشر مباريات بتسعتاشر نقطة بعد كده أمبي في حلو الجدول كده تصدقوا مش حلو يعني يعني مش عايز الأهلي والزمالك يبقوا تحت ولا المصري والإسماعيلي بس تحس إن جدول شكله جديد علينا إن زيد في الصدارة أمبي في المركز الثاني الاتحاد في المركز الثالث برامت في المركز الرابع كل الكلام ده هيتغير طبعا ما للبقى الفرق تخلص مؤجلاتها طلع الجيش في المركز الخامس بسبعتاشر نقطة سموحة في المركز السابع نقطة نفس الرصيد المصري في المركز السابع الأهلي في المركز السامن ولكن من ست مباريات فقط باربعتاشر نقطة سيراميكا كليوباترة في المركز التاسع باربعتاشر نقطة الجونة في المركز العاشر بتلاتاشر نقطة في المركز الحداشر مودرن فيوتشر بتلاتاشر نقطة في المركز الاثناشر الزمالك من تمن مباريات حداشر نقطة بلدية المحلة في المركز التلاتاشر بعشر نقطة البنك الاهلي في المركز الاربعتاشر بتسع نقاط لإسماعيلي في المركز الخمستاشر بتمان نقاط والمكل عرف في المركز الستاشر بسبع نقاط بنفس الرصيد الداخلية في المركز قبل الأخير وأخيراً فارقه في المركز الأخير بخمس نقاط فقط طيب نادي الأهلي ومودرن فيوتشر اتفقوا على كل التفاصيل الخاصة بانتقال عمر كمال عبدالواحد بقرر القصة دي ومش أقول إن إحنا الأوائل وإن إحنا الصباقين بس هو في حقيقة العمر إحنا من شهور قلنا إنه عمر كمال عبدالواحد في الأهلي الأمور بين مودرن فيوتشر خلصانة والأهلي وعمر كمال عبدالواحد التلات أطراف متفقين كان من المفترض إنه يتم الإعلان عن الصفقة في الساعات دي الساعات اللي فاتت دي بس اللي عطل الصفقة شوية صلاح محسن يعني الصفقة هيبقى فيها صلاح محسن وسنائي من شباب النادي الأهلي هينتقلوا إلى مودرن فيوتشر صلاح محسن عطل الموضوع شوية عشان لسه الصيغة اللي هيروح بيها نادي مودرن فيوتشر هو نفسه لسه ما اتفقش عليها عمر كمال عبدالواحد نفسه عشان تعرف بس المعلومة كاملة المعلومة كاملة هقول لك دلوقتي الاتفاق اللي بينه بين النادي الأهلي عدد المواسم والفلوس اللي هيخدها كمان عمر كمال عبدالواحد هيوقع للنادي الأهلي ثلاثة مواسم ونصف هياخد في النص التاني من الموسم يعني اللي هو بداية من يناير خمسة ونص مليون جنيه خمسة ونص مليون جنيه وفي الثلاث مواسم اللي جاية هياخد في الموسم الأول حداشر مليون جنيه الموسم التاني اتناشر مليون جنيه الموسم التالت تلاتاشر مليون جنيه زي ما قدتلك عدم الاعلان عن الصفقة حتى الآن بسبب عدم اتفاق صلاح محسن مع إدارة مودرن فيوتشر على مستحقاته المالية صلاح عايز ياخد في النص النص الموسم التالي اللي هو بداية من يناير ده النص الأخير يعني من الموسم تلاتة ونص مليون جنيه وده لسه في اتفاق بينه وبين مودرن فيوتشر لكن الاتفاق كامل بين الأهل ومودرن فيوتشر الاتفاق كامل بين الأهل وعمر كمال عبد الواحد والموضوع خلصه شوف أنا بكرر تاني الموضوع خلصه طيب نروح لأخبار نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك تمكن من إنهاء ملف مستحقات مساعدي البرتغالي جزفالتو فريرا الموديل فاني الأسبق للفريق ده في إطار طبعا التحرك اللي بيعمله مجلس الإدارة لحل قدمة إقاف القيد مسؤولي نادي الزمالك سدده دفعة من المستحقات المتأخيرة المساعدي فريرا وتم إبرام جدولة بالمبلغ المتبقي لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم موقف محترم من نادي الزمالك أدي موقف هو موقف جيد هناك موقف أخرى الزمالك كمان تحرك فيه ملف سامسون أكينيولا تعرفين سامسون أكينيولا النادي الأديم بتاعه عنده برضو بعض المستحقات المتأخرة نادي الزمالك اشتغل أيضا على المستحقات المتأخرة بتاعة النادي الأديم لسامسون أكينيولا اللي هو حق الرعاية حوالي 24 ألف دولار لنادي ليون 36 الناجيلي والأمور برضو في القصة دي اتحلت خلصت الزمالك كل ده بيعمل إيه؟ بيحل المشاكل اللي تحت الرقم الكبير بتاع سبورتينج ليشبونة سبورتينج ليشبونة هو ليه أكبر رقم في القضية دي الباقي كله الصغير ده اللي يعتبر صغير بالنسبة للرقم بتاع سبورتينج ليشبونة الزمالك بيخلصوا الوقت لحد ما يبقاش فاضلنا غير إيه سبورتينج ليشبونة خلاص احنا الرقم ده هو كذا كذا خد باشا وخلاص ارفع إقاف القيد خلص الموضوع والأزمة تحلت وأنا بقررها لك هو الزمالك هيحل أزمة إقاف القيد في يناير وهيبدأ يجيب صفقات كمان وغالبا هيجيب مدرب كمان طيب الصفقات بقى اللي هيجيبها نادي الزمالك مصدر في نادي الزمالك قال لنا أن بعض المسؤولين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بدأوا يتواصلوا مع ناصر ماهر لعب نادي مودرن فيوتشر على مدار الأيام الماضية عشان يدوموه للفريق في شهر يناير اللي جاي ناصر ماهر رحب بشكل كبير في الانضمام لنادي الزمالك هو شايف أنه محتاج نادي جماهيري آخر هو شايف أنه تعرض لظلم ما في نادي الآلة أو فتريته مع النادي الآلة ومحتاج نادي جماهيري آخر يلعب ليه الفترة اللي جايب ناصر ماهر تواصل مع مسؤولي مودرن فيوتشر وقال لهم أنه رغبته الانتقال لنادي الزمالك مودرن فيوتشر اشترط أنه يكون فيه عرض رسمي من جانب نادي الزمالك وهيوافق عليه لو كان العرض مناسب للنادي ده في الوقت اللي اللاعب بلغ مسؤولي فيوتشر فيه أنه اتفق مع نادي الزمالك على كافة التفاصيل الخاصة به بعقده سواء مدة العقد اللي هتكون سلاسة مواسم أو راتبه اللي هياخده من نادي الزمالك والزمالك من ناحيته بصدد تقديم عرض رسمي لمودرن فيوتشر خلال ساعات فورة إعلان حل أزمة الوقت ناصر ماهر هو رغبة أولى عند نادي الزمالك وغالباً هيكون لعباً في نادي الزمالك في يناير طيب حدخين سنة دي 24 مليان أحداث الرضاية جمد تحديداً في كرة القدم طبعاً بجانب الأولمبيات الأولمبيات دي حاجة لوحدها كده بس الأحداث في كرة القدم كثيرة جداً جداً في 2024 يوم واحد يناير 24 هقولك بقى أبرز الأحداث اللي انت تستنيها في هذا العام يلا بنا أول أحداث في 2024 كأس أمم أسي هتنطلق البطولة يوم 12 يناير في قطر بمشاركة 24 منتخب هتستمر حتى 10 فبراير وهي النسخة رقم 18 للبطولة بعدها بيوم 13 يناير هتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوديفار بمشاركة 24 منتخب والنسخة رقم 34 بالتأكيد يبحث منتخب مصر فيها على حصد لقبه للمرة السامنة في تاريخه والأولى أو اللقب الأول منذ عام 2010 بقنا فترة غابت عننا بقناها كتير 14 سنة كتير بالنسبة بالنسبة لمنتخب كبير زي مصر في القارة الأفريقية شهر يونيو القادم إن شاء الله 2024 هتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية تنطلق يوم 14 يونيو حتى 14 يوليو وتقام في ألمانيا وشارك فيها 24 منتخب وطبعا منتخب فرنسا المرشح الأول شهر يونيو بطولة كوبا أمريكا تنطلق يوم 20 يونيو إلى 14 يوليو وتشمل 16 منتخبا لأول مرة تتوسع بطولة كوبا أمريكا لتشمل 16 منتخب لأول مرة أنا بقرر الكلام ماشي كلام مكتوب كذا مرة نفس الكلام ماشي هيكون الصراع التقديدي على اللقب بين المنتخب الأرجنتيني طبعا والمنتخب البرازيلي خلاص يا جماعة أنا راضي خلاص البطولة هتقام في الولايات المتحدة الأمريكية كابروفا المونديال 2026 شهر يوليو أولمبيات باريس هتقام البطولة بداية من 26 يوليو إلى 11 أغسطس حيث تعود دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بجمهيرها العريضة بعد نسخة غابت عن أعداد الجمهير في توكيو بسبب جائحة كورونا النسخ القادمة هتعود لعاصمة النور بعد 100 عام بالضبط عندما استضافتها عام 1924 نجي بقى على شهر ديسمبر البطولة الجديدة كأس انتركنتيننتل البطولة جديدة تضم جميع أبطال أبرز المسابقات القرية للأندية وتختتم بمواجهة نهائية حاسمة على أرض محايدة في ديسمبر 2024 حيث يتواجه بطل دوري أبطال أوروبا مع الفائز بالمباراة الفاصيلة التي تجمع بين أسنين من أبطال الاتحادات القرية الأخرى وهي البطولة التي حلت محل كأس العالم للأندية في اتحاد الكرى رحنا وعملنا حوار مهم جدا جدا مع الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكرى المصري ورئيس لجنة المسابقات تحدث في البداية عن كأس الرابطة وإيجابيات وسلبيات اعتزار الأهلي والزمالك عن البطولة تحدث أيضا عن بطولة السوبة الأخيرة وسبب ضعف الأقبال الجماهيري فيها نسمع ونرجع نكمل يمكن تابعا البطولة كأس الرابطة دي رقم ثلاثة المسلم الأول عملناها وقت أمم أفريقية فعملناها في الخمسة أربعين يوم في فترة البطولة بتاعة الأمم أفريقية البطولة التانية كان المسلم اللي فات كان عن طريق خروج المهزوم عشان ما كانش في وقت وما كانش متاح الخمسة أربعين يوم دولت المسلم دي رجع تاني لنظام المجموعات بعد اعتزار الأهلي والزمالك عمل الاشتراك ستاشا النادي ستاشا النادي الدور المنتاز عملناهم تصنيف أول وتاني وتلاتة ورابع سراميكا بس هو الحبل اللقب فبيبقى على رأس مجموعة وبعد كده أخذنا بالترتيب تصنيف أول تاني تلاتة ورابع بالنسبة للمسم الماضي بيتلعب دوري من دور واحد كل مجموعة أربع عندية بناخد أول وتاني أول وتاني المجموعة الأولى بيلقابلوا أول وتاني المجموعة التالتة عشان بيتقابلوش مع المجموعة التانية فتتقرر عدد المباراة هو هو ونفس المباراة هي هي فالتاني المجموعة الأولى بتلعب مع المجموعة التالتة المجموعة التانية تلعب مع المجموعة الرابعة. اول بيلاعب تاني وكتاني بيلاعب اول. وبعد كده دور التمانية قبل النهائي والنهائي بخروج المهزوم. بقدر المتاح نبدأ ان شاء الله يوم تمانية وتسعة وعشرة الجولة الاولى. بعد كده هنلعب خمستاشر ستاشر الجولة التانية. الجولة التالتة هنمدي شوية اللغات يوم خمسة عشرين عشان في راحة في امم افريقيا علشان الناس تبقى مستمتعة بالمرايط كلها. وعندنا بعد كده يوم واحد وتلاتين ويوم واحد هيبقى دور التمانية وخمسة وستة الدور القبل النهائي. والنهائي ان شاء الله يتم الاتفاق عليه عن طريق الربطة والشركة الرعية بتحديد المكان والمعاد بتاعه. في قدر استعلينا اربع مساحات في امم افريقيا ما فيهاش مباريات فترات راحة بين المباريات. اه نتمنى ان شاء الله ان الاندية تستفيد من البطولة ديت. وبصرف النظر عن المادية يكتل ان الجائزة الاولى مليون ونص والتانية التاني مليون. ان الحافز اللي اكبر هو الاشتراك في كاس السوبر. ودينا شوفنا تجربة كاس السوبر الحمدلله نجحته. سراميكا شارك بطل لكاس الربطة الموسم الماضي. وكان النهائي الحمدلله على اعلى مستوى من المصري وسراميكا. وكان 20 الف موجودين في ملعب استاد الجيش بورج العرب. فانا اتوقع ان المباريات ستبقى قوية جدا. لان الحافز بقى قوي جدا. وهو الاشتراك في كاس السوبر ان شاء الله. السختين اللي فاتوا برضو كان الاهلي والزمالك كانوا ما كانش لهم موجود مؤسر لانه كانوا بيلعبوا بالشباب والبودلاء. فبالتاني موصلوش للدرجات التانية. الادوار. فبالتالي اكيد طبعا مؤسر جماهريا والاهتمام الجماهير الناديين. انما هي النحية التانية بقى كل الناس عندها حافز وعندها الهدف ان هي تاخد بطولة. ففيها تبقى مباريات الحماس المباريات التانية والتكافؤ بين المباريات كلها هتدي فرصة للاندية كلها. والنتائج احنا شوفنا في الدوري النتائج رهيبة جدا الاندية مع بعض. واكيد من الدور التمانية وقبل النهاية حيبقى قوية جدا في وصول للنهاية. فان شاء الله انا شاف ان البطولة اعتبقى قوية ان شاء الله. يعني ممكن بعد اختيار امم افريقيا انما فيه بعد كده عجيان ده في شهر ثلاثة وفي عجيان ده وفي شهر ستة. المنتخب الوطني الجهاز كل المنتخبات عندنا. لانه هتلاقي برضو ناس شباب حيلعبوا سواء المنتخب الولومبي او المنتخب الفل وخمسة كابتن واي الرياض. فبالتالي اكيد في لعيبة من دي هتلعب في المبارات ديات. فهتبقى فرصة لكل اجهزة المنتخبات ان هي التابعة للمبارات ديات. لانه حتى لو اكتشفنا ثلاثة اربعة لعيبة في البطولة ديات في كاسر رابطة من الشباب. وغير كده حتى الموجودين في المنتخبات الشباب او الولومبي وهيحتاجكم بالمبارات القوية ديات. فعد موجود الدوليين والمحترفين اللي بيلعبوا في المنتخبات الاخرى في الخارج مع اوما وافريكيا. اكيد في لعيبة هتطلع. في لعيبة هتبقى حدبان بشكل كويسي. انا شاف ان الشكل والجمهور الحقيقة هو عشان ملعب كبير شوية وكان ايام عمل. لان احنا كانش عندنا رفاهية الوقت السنة دي في زل اشتراك الاهلي في المبارات السوبر الاولى مع اتحاد العاصمة. هو بشهر عاشرة كان عنده السوبر الافريكي وبعد ان عنده كاس العالم الاندية بشهر 11. فالموضوع كان ده الوقت الوحيد اللي كان متاح بالنسبة للنادي الاهلي. انما طبعا في زل الامور ديات والارتباطات ديات ممكن بعد كده بنختار الايام اللي ما فيهاش عمل في الامارات. حتى تبقى التواجد الجمهوري اكبر. ويمكن شوفناك كلام دوت. ان في المبارات التانية دايما كان الجمهور بيزيد المبارات الاولى ما كانش فيه جمهور انها من المبارات التانية. مع بعض مواعيد العمل كان الجمهور يعتبر متواجد بشكل كبير جدا في الاستياد وتشجيع قوي جدا الموجودين. كمان في زل ما انت تعرفش مين ممكن اندية جامرية هتوش بعد كده من من الاربع اندية اللي حيروحه. اه الزمالك لو موجود طبعا ما هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا للجماهير في في الصور. اه الاندية الجامرية دي كلها. يعني كمان لو نادي كمان من الاندية الجامرية دخل. اكيد الموضوع حيفرق كتير جدا. انما هي شكل تسويقي ما بيبقاش جمهور بس. انك انت بتتكلم على امور تسويقية. اه مش جمهور بس اللي بيجيب ارات. انما انت في الاعلانات وفي بس فضائي وفي حاجات كتيرة جدا. بنجيب لك ماديات كتيرة جدا. بتفيد الاتحاد عشان يقدر يقدر يخدم على المنتخبات. وبتفيد الاندية. اللي ان المكافأة بتبقى كبيرة. في مشاكل طبيعي في المباريات. انما احنا بنكبر او المشاكل. وفي ناس لها اغراض شخصية بتدخل حاجة بحاجة. استغلوا موضوع الكابتن محمد ابراهيم. ودخلوا في موضوع الكابتن حسين الشاحات. ادخلوا امور في امور لاغراض اخرى بعيدة عن المباراة. يعني ما عرفش اللي جاب ديت لديت يعني. نتكلم على هل عقوبة بقى لها شهور. وموضوع من تهي. وموضوع دخل في امور اخرى. فندخلها ليه في وقع حصلت في مباراة. وحكم كاتب في تقريره. الكلام دوت. وكابتن حسين ابراهيم رجل نجم كبير. وممكن اي حد بيتعصب. اي لعيب في المدان بشر ممكن بيغلط. ممكن بيتعصب. ممكن توقيت الهدف كان صعب جدا. هو قائد الفريق وكابتن الفريق. فالاكيد مدام فيه عقوبة يبقى فيه خطأ. والخطأ بيتكثب على تقرير الحكم. وفيه تقرير مرائب. والليحة موجودة. والتقرير موجود. واللي عايز يتطمن واللي عايز يعرف. يا لازم يقرى الليحة. بتقول ايه? عشان يقارن بين وقعتين مختلفين. دي واقعة مع العيب. ودي واقعة مع حكم. والف به في العالم كله معروف ان العقوبات اللي بتبقى مخالفات مع الحكام بتبقى اقوى كتير. مع اي عنصر اخر من عناصر اللعبة. حكم ليه هبة مختلفة. فليه عقوبات مختلفة تماما. فبالتالي منفعش نقارن الحالة ديت بالحالة ديت. واللي ليه غرض شخصي بقى يعني يازم يهدى شوية. لانه هو الموضوع الحمد الله الدنيا هادية. العلاقات بين الاندية قويسة جدا. فما فيش داعي ان احنا نكبر الموادية ونفضل نتكلم. احنا داخلين على بطولات وداخلين على مسابقات كتير ومنتخب داخل على موقع كبيرة. فنتمنى يعني ان شاء الله الناس كلها تتفرغ وتدي جو من الهدوء للشارع الكرة القدم ان شاء الله. يعني الحاجات الموجودة في التقرير وواضحة في التقرير. دات المسابقات على طول بتاخد القرار تبكى للليحة. اما الامور اللي هي مش موجودة في التقرير. وفي شكوى من اي عنصر من عناصر اللعبة. بيروح للاندباط. بيبقى منحق الاندباط. لان اندباط جهة قضائية. فبعندها القدرة ان هي بتحقق وتفحص وتجيب سيديهات وتجيب وتشوف السيديهات ديت متركبة مش متركبة. عندها امور ان احنا مسابقات. ناخد الحاجات الواضحة بس الموجودة في التقرير. نتعامل مع ورق وتبكى للليحة بناخد العقوب. ده الفارق بين الاتنين. حاجة مش موجودة في التقرير. والناس شايفة او حد شايف ان في مخالفة حصلت. سواء بفيديوهات خاصة سواء بحاجة الحكم ما شافهاش او المرائب. فبالتاني من حق ان هي تحول للاجنة الاندباط. والاجنة الاندباط بتاخد القرار بعد التحقيق. طيب الكابتن عامر حسين كمان كلمنا عن رأيه في بطولة الدوري الافريكي والازمات. اللي بتواجهها البطولة وايضا الرد على هل اتحاد الكورة هل رابط الاندية بتجامل النادي الاهلي. نسمع ونرجع نكمل. يعني ممكن المنسى ان في موضوع اه السوبر الافريكي ده واخد مساحة كبيرة. وااخد مساحة كبيرة في توقيت صعب يعني بيتعاملت بتورت السوبر الافريكي. وبعدها يتعامل قاسة العلم الاندية. واحنا اللي عندنا مشاركنا جواح هنا وهنا. وبعدها في امم افريكي. شهر ثلاثة في اجنة دولية. شهر ستة في اجنة دولية. ده بالاضافة الى اربعة الاندية اللي بتلعوخ افريكي عندنا. وفي شكل كبير عندها المصري هي بتوصل الادوار اللي بعد كده انها ايها فبتأجل لها مشاط كتير عندها مشاط كتير في الادوار اللي بعد كده فبالتالي كلامور ديت بتعمل صعوبة وانت بتعمل الجدول خاصة ان في ربا يلعب بيحددين تلاتة واربعة فسطة الاسبوع مو عندهم مشكلة ولا في طيران هم ساعتين بيروح يلعب ويجي فانت بتعمل الجدول بتلاب عجوه مع سبت وكده بتلعب ثلاث او حد ويلعب اربعة في بطولة اوروبا يرجع ثاني سبت فما بيعملش اي تأجيرات فتقدر تثبت الجدول انه بتحدي فيك يقول لك احد ايام في الادوار الاولى يقول لك ان كل نادي يحدد احد ايام الجمعة والسبت والحد وابلاء بعشرة ايام لب انت بتحط الجدول من مداية الموسم هتحط الجدول عليها على الجمعة ولا السبت ولا الحد ما بتبقاش عارف فانت بتعمل لك مشكلة فلما تحط الجدول بعد انت حد الافريكي بدل ما كان يلعب السبت يلعب الجمعة يقدم يوم يبقى بوزلك مباراة في النص اللي هي بتاعت يوم الاربع ما تقدرش يلعب اربع ويلعب يوم جمعة مرة في افريكا فدين امور اللي بتعمل مشاكل في الاضابة طبعا ان الخمسة عشرين يوم بتوع الصبر الافريكي دولات عملوا مشكلة كبيرة اخدوا مساحة كبيرة وبعدها خلنا نكسل عامل عندي ايه بعدها امم افريكي فالموسم ده كنت تتمنى ان الصبر الافريكي يبقى بسنة ما فيهاش امم افريكي عشان يبقى في وقته متاح او تتعامل بعد نهاية الموسم لان حتى امم افريكا الامم اوروبية بتتعامل في السيف عشان الناس اللي بتتقارب بنا وبين اوروبا الامم اربية دائما بتتعامل في السيف عشان ما يوقفش الدورات بتاعاته كسل عامل اتعامل مرة واحدة في الشتاء حصل مشاكل في الدوريات كلها والدورة الانجليزة اتأخر كل دوريات اتأخرت وبقى الضغط جامد عندهم في المباراة عشان يعوضوا في الشهر بتاع كسل عامل عشان مرة واحدة حصل حاجة في الشتاء في ست الموسم في الدورات الاوروبية احنا على طول امم افريكيا في ست الموسم وما تعملتش الا في السيف الا في مصر هنا مرة واحدة ورجعوا تاني اتعاملت في ست الموسم فكل دي مشاكل انت بتشتغل عليها انت رد فعل فدي الامور الصعبة بالنسبة لها المجاملة داية لما تريح نادي عن نادي انما احنا دلوقتي لما نيوقف الدورة قبل امم افريكا اقتر النادي لعب 11 مباراة حيكون لعب 11 مباراة الاهل لعب 6 مباريات نيجي نشوف الاهل لعب كان مباراة من بداية الموسم هتلاقي لعب في مباراة الصوبر مع احد العاصمة ادي مباراة لعب ثلاثة في ابطال الدوري ولعب اربعة في كاس العالم الاندية ولعب اربعة في الصوبر وفيهم سفريات فهتلاقي لعب اكتر من اللعب 11 مباراة اللي هو بيقول ان الاهل مريحينه وكلام من ده هتليه لعب اكتر من اللعب 11 مباراة اللي هو اقصى على واحد لعب في الدوري 12 مرة 8-9 مباراة فرق الاهل اكتر واحسنهم باب السفريات شوف كم سفدي انا معتبر الصوبر الافريكي دوت الاربع مباراة اللي تلاعبوا الاهل اللعبهم باربع سفريات انه بيسافر يلعب على ثلاث يوم ولما بيرجع كان بيلعب على ثلاث يوم ولما بيرجع بيلعب على صفر بحاجة اخد باله من دية في الموضوع دوت برضو بالاضافة لابطال الدوري مباراة زهاب وعودة ففيها صفر برضو فالامور طبعا يعني بيقولوا من جامل الاهل والناحية التانية الاهل بيهاجمني على ان انتوا ارحم اللعيبة وانت ضغط على اللعيب يعني انا انا فابو ظابي جمهور موجود منشجع ممكن يكونوا شجعوا نادي من عنديا يقولوا انت مدلع على الاهل وبعدها بيدي اي واحد يعدي حرم عليك لعبت الاهل انت بتابع في الاهل كده ليه فانا مش عارف انا معي هنا ولا معي هنا فنتمنى بس الاعلام يوضح الامور والامور دي كلها ارقام والشهر ممكن يبقى تساعة عشر ممكن يبقى تلاتين وثلاتين من فعش يبقى الشهر عندنا يبقى اربعين يوم عشان يمشي ده العالم هو الشهر ما معروف العدد الايام بعدد المسابقات بعدد المباريات بعدد السفريات لو بس حد تعب نفس بحزبه كده يشوف المنتخب وااخد شهرين ونص من الموسئم الاهل وااخد العشرين يوم من السوبر الافريكي وخمساشر يوم في كاس العالم الاندية خمسة وتلاتين يوم وخمسة ايام من مبارات الاتحادة العسمة ادي اربيعين يوم من اضافة للايام بتاعت المنتخب هسوف بيتي ده ايام فضل الله هديه في السنة طيب ده كلام مهم جدا من كابتن عامل حسين نتكلم كمان عن روي فيتوريا الموديل الفني لمنتخبنا الوطني ومشروعه لمنتخب مصر تكلم كمان عن ميكالي والمنتخب الاوليمبي نسمع لأيه ونرجع لكابتن منتخب الوطني الاول وجهاز الفني لان وجهاز الفني احنا او انا شايف انه على اعلى مستوى اه ودليل انه على مستوى هتلاقي الخلاف بالاسماء اللي طرت على اسم واحد او اتنين بالكتير وده يعتبر انجاز في اختيار لانك انت اللي بيعترض على اسم او اتنين ما عندوش الخلفية بتاعت المنتخب ولو رجعنا لمبارات الجزائر الاخيرة اللي اعتبرها ان هي كانت البروفا الاخيرة بشكل منتخب واللعيبة اللي كان محضرها بالكابتن حجازي اللي جابه عشان يقعد مع اللعيبة في اخر يومين اللي كان لسه مصاب مراجعش يعني اللي بتعمك بفكر اه المدير الفني مستر فتوريا هكيده هيبعرف ان الراجل محضر شغله كواس جدا احنا كالتحاد كورة من اول يوم حجب الدخل نهائي حتى كابتن حازم المشرف على المنتخب ما بتدخلش هو بيوفى للراجل بيوصل لنا طلباته ايه وبيساعدوا في هالطلبات ديت انما تدخل في شغل لحد لا احنا منظومة الحقيقة كل واحد شاب شغله شغلنا ان احنا نوفره المعسكرات بتنسيق مع الشركة الرعية ما بتأخروش علينا وهو الراجل للملعب وللاختيارات وليه فكره وليه هو عارف اه قاعد معنا اربع سنين عارف حيطلع عنصرين تلاتة من الصغيرين عشان بيحضر له قدام مش واحد زي اه اي حد جاي يقعد بطولة او ست شهور ويلعب بطولة ويمشي وبعد كده عمله اللي انتم عايزين تعملوه هجموني لا ده راجل قاعد معنا فمصلحته من مصلحتنا وهي فنتمنى ان شاء الله بس اهم حاجة توفيق ربنا ان شاء الله في المورات بس تنمي الكالي من اعظم المداربين انا شفتهم يمكن معسكرات كنا كتير في اسكندرية حضرت هذه الدروات كلها اه راجل واخد مدارية ده مع المنتخب برازيل قبل كده المنتخب ده في ناس اتهربت منه مرة اشتمسك الليلة اللعيبة اللي موجودة في الدورة العام كانت بتلعب وقتها بعد الاشتراك مع المنتخب الليلومبي وبعد المبراط والبطولة الكبيرة اللي عملها في المغرب راجعت كل اللعيبة بقت اساسيين في الاندية بتاعتهم وبدأت انتقارات بين اللعيبة ديت الراجل شغال في هدوء تام الراجل بيشتغل عارف ان منتخب صعب لانه ما فيهش اشهندة دولية منتخب الليلومبي فبالتالي كنا بنسرق للوقت من غير ما حد يحس عشان يعمل المعسكرات ويعمل المبراطة الودية بتاعته لا جهاز على اعلى مستوى نتمنى له ان شاء الله التوفيق في الليلومبيات ان شاء الله طيب دي كانت تصريحات خاصة لنا من الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالربطة الاندية وعدوة حد الكرة المصري اتكلم فيها في كثير من الامور المهمة ورد على الاسئلة الكتير المهمة ايضا ده من جانب من جانب اخر محمد صلاح نجمنا المصري الكبير بعد اداءه رائع جدا امام نيوكاسل النهاردة وتسجيله هدفين في فوز فريقه بربعية قال بعد المباراة انا قلت النفسي بعد الشوت الاول وهيضار راكلة جزاء هل هروح منتخم مصر بالاداء ده وبعد كده قلت لا مش هعمل كده وقال ان اللعب مع منتخم مصر بيعني الكثير ليه وممكن تسأل جيمي كارجر او اي شخص اللعب في المنتخب الوطني ده مش امر عادي جيمي كارجر طبعا محلل في الستوديو التحليلي واحد من اهم اللعيبة اللي جات في تاريخ ليفربول في مركز المدافع قال كمان عن تقصه ليفربول بغيابه الفترة اللي جاية بسبب مشاركته في كاس الامر الافريقية قال هيكونوا بخير بدوني وعندهم لاعبين رائعين ليفربول يعني وقال ان اي لاعب ليفربول ممكن يشارك فيه مركزي ويقدر يعمل اللي بعمله وقال ان احنا نؤمن كثيرا بقدرتنا على تحقيق لقب الدوري ولدينا مواهب عديدة في الفريق فقط نحتاج للعمل بقوة واختتم تصريحاته احنا الان في صدارة الترتيب ونحتاج فقط الى الاستمرار والفوز بكل مباراة لما تسأل تحديد على كاس الامر الافريقية قال انا عايز اكسب كاس الامر الافريقية انا بحب الفوز بكاس الامر الافريقية يا رب بصراحة يا رب كلنا وراك كلنا دعمينك ومسندينك انت وكل زميلك بإذن الله بعد الفاصل ان شاء الله هيشرفني وينورني في رقم عشرة الكابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي امبي خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني واحد من الناس المحترمين جدا في رياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية دايما بتشرف باللقاء الكابتن الكبير كابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي امبي الكابتن محمد مشرف ومنورني سلام انت طيب وخير وانت طيب وكل سنة وشعب مصر كله بخير ويا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير علينا وعلى كل الشعب المصر وعلى الامة الاسلامية وعلى اخواتنا طبعا في فلسطين وانا ببقى سعيد جدا وانا معاك يا كريم لان انت من الناس اللي انا بعتز ان انا بطلع معهم تمالك لا شرف كبير لا يا الله لا والله شرف لا يا كريم امبي السنة دي مكمل اللي حصل الموسم الماضي ماشي بشكل حلم اه كان في بعض العكوستات في بعض المباريات بس لا امبي واقف على رجله حتى لو النتائج في بعض الاوقات كانت سلبية بس كان امبي اداءه كويس ما تحسش انه الفرقة بتقع بيعرف يرجع بسرعة امبي ممكن البدايات ما كانتش عظم شيء بس بأي كانت تحسنت الامور واتذكر الكابتن تابع المصطفى كان معايا في مداخل وانت كنت معايا في مداخل حضرتك وقلتلي احنا متطمنين مش قلقانين وقد كانوا نتائج تحسنت جدا والله الحمد لله كريم انت قلت فعلا هو من الساعة ما جيه للكابتن تابع المصطفى بوجه له تحية من هنا هو جهازه الفني في الحقيقة عاملين شغل رائع مع الولاد في الحقيقة يعني وقابليهم بالمناسبة قبل بس ما الحديث ياخدنا بحب حي الادارة طبعا لان بصراحة كريم صدقني والله الادارة عاملة معانا شغل كبير جدا ادارة متفهمة جدا برئيسة طبع الاستاذ امن الشريعي والاستاذ عبد الرب وامن السندوق المهندس وقال الامام انا متعمد اقول اسامهم لان هم فعلا دول بقى الجنود المجهولة يعني والمهندس خالد كمال المهندس امن جاد المهندس محمد السيد يعني الدكتور شريفة بالغيت كل دول في الحقيقة يعني ليهم بصمة وبصمة واضحة جدا مسهل لنا كل الامور في الحقيقة نرجع للجهاز الفني كابتن تامر من الموسم اللي فات في الحقيقة وهو عامل شغل رائع الكيميا مشت كويس او بينه وبين الولاد وعدنا الموسم اللي فاتنا هنا مركز سادس اعتقد البدال اتغلبنا من الداخلية اول ماتش ويمكن المداخلة اللي انا عملتها معك انا اعطيلك انا متطمن لان انا شفت الشغل اللي معمود فترة الاعداد وشفت الولاد وقدت فعلا متطمن وقد كان الحمد لله فالحمد لله احنا عندنا كمان ميزة كريم يمكن اللي مخلينا طول الوقت بنبقى متطمنين شوية ان احنا عندنا كواليتي لعبة مميز والحقيقة عندنا اقطاع اعتقد مصر كلها عارفة ان هو اقطاع مميز يعني ده يمكن اللي مخلينا بنبقى متطمنين ان احنا حتى ما بنفقد نجم او اتنين او تلاتة احنا بنبقى من الثمانين هيطلع لنا زيهم ويمكن احسن يعني لما تبص على جدول الدولي الوقت كنت لسه بقول جدول الدولي اه وهم في المركز التاني بتحس بيه حتى لو بشكل وما قدش فيه فرق لسه ما خلصتش مطشطها بس احسك ايه وانت في المركز التاني على فكرة طبعا هو احساس جميل جدا احساس يعني بقى ان يمكن من اول مرة تحصل لانبي ان احنا نبقى نعتبر مركز اول يعني فارق جونا عن زل بس طبعا حتى لو فيه فرق لسه فضل لها عدد من مقررات بس هي دي حلوة الكورة انت ما تعرفش ايه النتاج خاصة السنة دي اه يعني فارق جونا صح اه فارق جونا يعني انا كنت ممكن ابقى راكم واحد عادي يعني صح فبعتبر نفسي اول مكرر بس برضو بعتبر ان فيه ضغطتين في الكورة سبعك انت عزب من زل بمطش اه ما خل بلك المطش ما زل مسلا مطش ده انا قسله مين هيلعب مين لاش لا مثلا يعني فهي الفرقة هتلعب بعض والدوري مثل الدوري المصري يا كريم السنة دي من السنة اللي فاتت اني مش طبعا مش مش اشبهه بالدوري الانجليزي بس هو فعلا اي فرقتين بيلعبوا بعض الوقت ما تعرفش يقول منها هيكسب صح مهما كان هم مين صح فانتكون ان انت تحط نفسك في الحتة دي في التوقيت ده اعتقد ان ده مقاشر قد حاتوا جدول تاني يا جماعة عشان عايز اقول حاجة على الجدول انت اللي فويك اللي انت تقيبا متساوي مع امكانياته اكيد اكبر منك يعني نسبة الصرف طبعا تحتك بقى انت تحتك مين تحتك براميد صرفه كتير تحتك المصري صرفه كتير تحتك طبعا الاهلي بس الاهلي لسه لا لسه كتير سيراميك لوباترا بانك الاهلي بانك الاهلي الانديه اللي عندها بوضجت كبير جدا ميزانية كبيرة بتشترف منها عشان كده قلتلك ان احنا عندنا منجم بيخليني متطمن صح يعني الانديه دي امكانياتها المادية بتخليها تجيب اللاعيبة ليه عايزاها ليه عايزاها اه انا قريدي انا اللي بصنع اللاعيبة دي ممتاز في قطاع النشئين فده اللي مخليني اقدر انافس فرق زي دي ودي حقيقة انا مش بقول كلام والله يعني انا فعلا احنا عندنا كواليتي لعيبة في قطاع النشئين اه يمكن مرة كنت تلاتي معاك السنة اللي فاتي قلتلك انا عندي تضخم في اللاعيبة كويس انت كان عندك قبل بداية الموسم قلتلي حاجة ودي هفتح بيها حاجة مهمة جدا قلتلي امبي عنده لعيبة مميزة جدا بس انا مش هنستغنى عن اي لعبة دي حقيق صح كده دي حقيق السنة دي السنة دي اه كلها كلها ولا في يناير ولا في يناير اكيد اكيد ارجعلك ارجع انت عرفني حتى لو الارقام كبيرة اه الارقام لسه قلت بتكلم مع حد خارج الهواء قبل ما اعود معك يعني كل خمسة انا بدي مثال يعني خمسة لا اللعيب ده انا لو صبرت عليه شوية مش عشان ان انا سعره يزيد عشان حاجة ايه عشان اكون انا عملت بديله ده مهم ده مهم اوي الحاجة التانية ان هو بدل خمسة هيبقى بسبعة لانه احنا عندنا في امبي طول الوقت بنحب نطور في اداء لعبتنا سواء احنا منقطعنا شينا او احنا جايبينه مبارا يعني كل اللعيبة اللي احنا بنتعامل معايا يا كريم تمالي بيجي عندك بشكل بيخرج من عندك بشكل مختلف تماما يعني صح فهو دي الكصة فانا المبلغ الكبير اللي هيجيلي في يناير ده ممكن اخسر بيه حاجة مهمة اوي ممكن اخسر الجدوى اللي انت كنت بتشاورى علي من شوية طب انا ليه تم انا استحمل شوية الموسم ده لان على فكرة استراتيجية النادي عندنا هو ده ان احنا بنطلع النجوم حتى اللوجن بتاعنا دلوقتي ان انت نصنع النجوم حلو ما دي بقى معلش انا عايز افهمها اكتر فضل انا دلوقتي نادي اعتبار نادي استثماري انا مش نادي جامهيري طبع 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 يعني انا عايز ايه انا مصاريف اللي بصرفها دي عايز اكسب فلوس عشان اعرف اصرف على الفيرة اصرف على قطاعات النشئين وخلافه اللي يمنع بقى انه في لحظة من اللحظات انك تبيع لعب لو ما اجب لكش خمسة بقى لو جاب لك عشرين ما انا لسه اقولك اللي انا قلتها النقطة الاولانية وهي ايه بديله حلو ما انا ممكن ابيع اكسب دلوقتي مئة مليون مثلا مثلا حلو بس اجيب في الاخر انا نفسه يبين نفسه على الهبوط وسعيتها حتى لو طلعت لعبك وايه ساولتها تحت مالهمش لازمة فاي القصة هم تبقى لازم القرار ممكن يبقى قرار صح جدا بس توقيته خاطئ فلازم القرار مع التوقيت طيب اسألك السؤال انت عندك اتنين لعيبة تحديدا وفي عدد لعيبة كتير الكلام عليهم بس اكتر اتنين عليهم دوش احمد ابين اوفا ومحمد حمدي كمان الاثنين دول مش هقولك عروض مصرية لو جالهم عروض اوروبية مثلا عروض احتراف هتطلعهم 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 بارقام كبيرة ولا بارقام معقولة لا معقولة جدا معقولة جدا جدا كمان يعني يعني لان هو دي من ضمن الاهداف المجلس الادارة سؤال ايمن الشرية تحديدا انه عايزين نبص الاحتراف الخارجي لان انا مجرد ما افتح الباب ده انا الفلوس هتجيلي كتير انا يعني مش كازا انا بس عايز افتح الباب ده اخلي الناس تبص على انبي حلو الكلام ده بس هقولك بصراحة هدامل حتى بنعترض هنا في الكرة القادمة المصرية لعيبة الصغير اللي زي هنبينقفهم محمد حمدي يجيلهم عروض يقولك ايه احنا عايزين اربعة خمسة مليون دولار لا لا قال فتتخضي تقول ايه اللي عندها في اوروبا كمانا مش هيجوا عند الدول المصري ويدفاق الاركام دي ممكن يتفاقها من الدول الفرنسي مسلا صحيح لكن اللي خليه يدفع هنا ويقولك لسه هجربه واشوف هيعيش الأجواء او لا لا عشان كده والله يا كريم بكلام مجدد الاحتراف لو جيه احتراف القوفة لمحمد حمدي لأحمد نازل الناس اللي احنا بنفكر فانده احنا بنحواش طبعا من اللعيبة كمانده اه لا مش هنغالي خالص انا اللي بقولك انت ممكن هيبقى ليك بس ايه ازا ما بيقوله بسنس شوية اللي هو في الرسيل انا ممكن طبعا هايل ده اقول اخد اخد مثلا خمسة في المية نسبة عدد بيع مسلا اهو يعني في الرسيل ده انت ممكن تتكلم فيه وتعوض اللي انت هيجيلك بس يكون الولد ثبت نفسه والدنيا ماشي انما عشان كده بقولك لا احنا مش هنغالي خالص في خروج اي حد خارجي ممتاز ده ده ترجد عشان تبقى خارجي طبعا اسألك سؤال تاني بطريقة تانية مثلا احمد امين اوف جاله عرض خارجي بمليون دولار مثلا بقول مثلا والعرض دوت عجبك فلو في نادي في مصر مثلا اهلي او زمالك يقول لك والله احنا ندفع لك احنا مليون دولار وانت موافع عن مليون دولار دوت هيجيله عرض مثلا في بيجيك مثلا ايو زمالك قالك هندفع نفسه اللقم توفي او لا لا اه طبعا اه طبعا ما انا لسه بقول لك انا ليه هدف اه ان انا بافتح احتراف خارجي انا مش عايز انا اسف اعمل كوبري اه لا انا انا عايز افتح الباب اللي هو الاحتراف الخارجي لان احنا عندنا لعيبة اللي بيعملوا كنت سامعك دلوقت طبعا طول الوقت واحنا بنتكلم على محمد صلاح طبعا يا جماعة نموذج مشرف جدا 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 ليه ما نحاولش نعمل ده قل بالك اسم المعولين العرب بيتقال في كل العالم طول الوقت طول الوقت طول الوقت محمد صلاح يعني انت عايز اكتر من كده مش اقول بقى ان لو هنتكلم فانك محمد صلاح من اللعيبة اللي هم زي لعيبة كتير في مصر بس عشان دماغه مرتب دماغه صح وفعلا اشتغل الموضوع صح ربنا كرمه فانت عندك نماذج كواليتي ثني ممكن يوصل للمحمد صلاح بس بشارت ان انت تساعده كنادي وهو يساعد نفسه يعني احنا عنده لمكنادي فعشان كده مش هينفع اقولك ايه هيجيلي احتراف من بره مليون دولار طب لو الاهلي او زملك الديني طب اقول لا انا قلتلك احنا ممكن نوافق على مبلغ قليل في الاحتراف الخارجي عشان نفتح الباب احتراف طيب في ناس تفكر على فكرة هيبقى من ضمن الشروط من ضمن الشروط في الاحتراف الخارجي في حاجات معانة كده في 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 نسبة المشاركة يعني خلي بقى هيبقى من ضمن كأن باعتبره فلوسة لو شارك في عشر مباريات هاخد رقم مال ده انا عايز اقول له بدل ما هاخد مسلا منك مليون دولار مسلا انا بدي مثال هاخد 750 بس نسبة المشاركته ما تقلش عن 25% انا عايز اعرض العيد بتاعي انا عايز يروح فعلا يلعب اه فهمتك خلي بالم انا بس عايز اقول لك الاتستراتيجية بتاعتنا مختلفة شوية هاي بس احنا بنوعد نتكلم كتير في الموضوع ده مع مجلس الادارة فهي قصة مش ان انا عشان تلعب وفياخد لأ انا عايز اعلله نسبة مشاركته عشان انا متأكد ان هو ممكن يوصل لحتة رقم تاني يعمل للرسيل اللي انا هقوله عشان النادي ده نفسه او نادي غيره يرجع لي تاني كامبي اه امبي ده عنده لعيب حيب فترة اللي فاتت دي بقى جالك اي عروض احتراف اوروبا لأي من اللاعبين اللي انت ذكرت اسمعهم لا بص هو كان قوفى طلع كلام من شركة سويسرية او نادي سويسر يعني انما عروض رسمية لسه كان حاجة بس نهاية الموسم اللي فاتت حاجة من البرتغال لمحمد حمدي وكانت شركة ولسه ما حصلش فيها حاجة انما الغد دلوقتي لسه ما قادرش اقولك جالي عرض رسم من مصر ولا من مصر ولا من مصر عن الغد دلوقتي مفيش اي عرض رسمي اللي انجالل اي لاعد مش غريبة شوية مش غريبة شوية ان كل يوم عنديا بتجي لنا المعلومات اديتوه الوقت الاهلي مهتم با احمد امينوف والاهلي والزمالك عزيم محمد حمدي وحواش مش عارب برامن زعل فالهوق مش غريب فيك كلام ده كله طوال لهوه تمالي الشغل ده تمالي بيبقى في الفترات معينة مطبيعي فشين عندك تطييفة كويسة ما لابتجرى مش عيب يعني لا لا خالد بالعكس لا لا انا قلتس بقولك ان اللي تمالي بيبقى الانديه بتمالي بتبعت الاول الوكيل بيجس النبض يعني صح وقبلك فهو بس احنا يمكن محدش جيه عشان اللي انا بقوله لك دلوقتي ولي بيقوله استاذ ايمن ولي بيقوله اي حد ان انا مش هطلع حد الموسم ده فعشان كده اعتقد ان الامور اه يعني فيه وقلة بتيجي فعلا تتكلم كل الوقلة اه كلهم اللي هو قبل انا هجيبلك اللي عايزه كلهم كلهم البلعوطي والزمالك ده حاصل اه فيه كلام كتير مع بس برضو اللي انا عارفه برضو من وكلق ولا كلام من مسؤولين حتى لو كلام مازال ودن لا مسؤولين لا مسؤولين ما كلموش لكن فيه وكلق قاله احنا عارزين نود البلعوطي مثلا للزمالك اه اه ده حاصل زمالك محتاجه يعني هما قالوا كده بس اعتقد ان الزمالك برضو الانديه دلوقتي بقت عايز اقول ايه بقوا برضو بيحاولوا يتنصحوا شوية ان هو طول الوقت بي... مش بيلعب على كريم بس. هو يلعب على كريم ومحمد و... عملي ده. عملي جا عي مش نصاح؟ هو انا في النهاية بعمل ايه؟ بدور على المتاح. والله بشوف الاول امبي. هي ببلعوطي متاح للبيع. تملي. ما هي نصحة في ايه؟ ان هو يعمل واحد واثنين وتلاتة. لان لو واحد ما جاش يجي اتنين اثنين ما جاش يجي تلاتة. اعتقد انت بتعمله كده. يعني انت ك امبي وانت بتدور على العيبة. بتشوف دوت وتسأل هل ينفع اشتريه ولا هاخده عارة ولا. مش بتدوره على عيبة زي كده؟ لا بس احنا ما بن... احنا تملي ما بندور. ما بندورش على نجوم في اندية في دور المتاح خالص. اصلا. اصلا. اه. احنا طول الوقت بنشوف اللي ممكن يبقى نجل. الكواليتي اللي ممكن يبقى في امبي نجل. بيبقى في نادي درجة تانية درجة تالتة. مش فارق معنا. لا اما هو هي دي ميزة نادي امبي. ان احنا طول الوقت بصنع نجوم مش بجيب نجوم. ما بجيبش نجوم. انا طلع من عندي نجوم. اه. انما ما بجيبش نجوم. حتى لو عندك مثلا متاح من الاهلي او الزمالك لعيبة. تعرف الاهلي وزمالك كل شوية تروح امطللي لعيبة اعراض. ساعات اه. وده حصل مع محمد شريف. بالظبط. اعتقد يعني. صح. والغريبة يا كريم ان هو يعني محمد شريف كان في دجلة. والاهلي خده. نا. اما جي امبي. طي الله جدا. جدا ومتخب ورجع للاهلي. صحيح. امبي امبي هو ده عشان استراتيجية. مش 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 حاجة بتجي بالصدفة. احنا بنحب نصنع نجم بجد. صدقني والله كريم مش مش هزار. يعني احنا طول الوقت بنبقى فرحلين جدا انه بنسمع لعيبتنا اللي في اندية مصر المحترم. ما ده قول الاهلي زمالك اسماعيلي. اه العيب ده بتاعنا احنا عملناه. العيب ده من هو عنده عشر سنين في امبي ده مين مرانه وهكذا يعني. صحيح. طيب. احنا هنروح لفاصل وبعد الفاصل. هسأل سؤال قلت قبل كده للكابتن محمد اسماعيلي جايبني عليه هاتفيا. بس فرصة هو موجود معانا في الاستوديو نهاردة نكرره تاني. هل امبي ما بيحبش يتعامل في التعاقدات مع النادي الاهلي. عشان دي جملة بتتسمعوها كتير او بتقروها كتير على السوشال ميديا. انه امبي دايما بيغالي قدام النادي الاهلي ان امبي مش بيحب يبيع لعيبة للنادي الاهلي. نعرف اكتر ونفهم اكتر ونسمع توضيح اكبر من الكابتن محمد اسماعيل مدير الكرب نادي امبي بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. سألت الكابتن محمد اسماعيل او قبل مروح للفاصل عن هل امبي ما بيحبش تعامل مع النادي الاهلي في التعاقدات. زي ما بعض الناس بتكتبها السوشال ميديا هاسمع اجابته بس واحنا في الفاصل كابتن محمد اسماعيل كان له رأي مهم جدا في قائمة المنتخب. حابب اسمعها منه قدام حضراتكم عشان هو قال هالي بس حابب حضراتكم كمان تسمعوها رأي كيف قائمة منتخب مصر. رغم انها ما فاش حد من امبي. لا انا بص يا كريم هقولك على حاجة انا يعني عايز اقول ايه انا مع كل اختيارات مصر فوتري. ليه دول لعيبة منتخب مصر دلوقتي انا بكلمك دلوقتي في 27 لعيب. 27 بطل احنا كلنا وراهم. انا اول واحد يعني ايه امبي انا بكلمك منتخب مصر الراجل اختار 27 وهرجعت انا اقول هو مقتنع بدول. واللعيبة دي على فكرة ده هو مقتنع نجوم مصر برضو يا جماعة يعني سيبك ان انا اقول يا ريت كان خد حد من. لا 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 انما دلوقتي والله يا جماعة يعني انا اول واحد اهو انا بشجع منتخب مصر. مش حتى لو مخدش حد من امبي لو مين بس من النهاردة 27 اللي في المعسكر دول نعتبر ان في نادي اسمه نادي مصر منتخب مصر. كل جماهير الكرة المصرية انا يعني ما احترام الشديد خلاص الدور يواقف دلوقتي ننسى الدور. احنا كلنا بنشجع منتخب مصر. ممتاز انت عارف انت بتقولي الكلام ده وانا مقتنع ان انت احمد عمين اوف كان نفسك شوف في المنتخب. كان نفسك شوف حواش في المنتخب. كان نفسك شوف محمد حمدي في المنتخب واكيد المستقبل ليهم. ان شاء الله ان شاء الله بس جاي يا جماعة بس مش اخر بطولة. ايوة بستعجيل ليه. لسه بدري اول راجل كمان مكمل يعني شيء طبيعي ان انا في الوقت الحالي ده المجموعة دي اللي انا هقدر اخش بيه. صح. فاتمنى اتمنى ان احنا نوصل للنهائي وناخده. اتمنى عشان حكتين بصراحة. عشان نثبت ان احنا نمرأة صعبة اوي في كاسي الامم دي. وعشان محمد صلاح في الحقيقة. نفسي ياخد البطولة دي. ايوة. يعني نفسي تتحط في السيفي بتاعه. يعني كلنا بنحب محمد صلاح هو دي حاجة من عند ربنا. لانه مشرفنا في الحقيقة يعني. بس كاسي الأمم الأفراقية المرة دي نفسي ياخدها عشان. عشان نفرح وعشان محمد صلاح. على فكرة عشان محمد صلاح دي نقطة مهمة جدا. كنت لسه بفرج على دوكومنتري فيلم وصائق كده. عن فوز الأرجنتين بكاسي العالم 2020. كاسي عام الأخير لها. عارف لعبة الأرجنتين كلها بتقول ايه؟ بتقول احنا نفسي ناخد كاسي العالم مش خاطر مسي. مسي هو ده بالزبط. طبعا هم عشان بلدهم وعشان منتخب بلدهم وكل شيء. طبعا 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 أكيد طبعا. بس في أحيانا تكريم النجم دوت وفي أواخر مسيرته بتبقى حاجة مهمة جدا لزملائه. النجم كمان هو بطريقة غير مباشرة بيعمل دعاية لنا كلنا. سواء رياضيين سواء شعب مصري سواء مصر. كلمة مصر دي يعني في إنجلترا بقت. يعني قبل محمد صلاح كانت حاجة دلوقتي حاجة تانية خالص. هو بيقول لك المصري. طول الوقت المصري محمد صلاح. المصري محمد صلاح. هتفات جمهور ليفربول في المدرجات الملك المصري. طول الوقت المصري. طول الوقت المصري. صح. فأتمنى إن إحنا كلنا نبقى وراء المنتخبين. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. نرجع تاني. نرجع تاني. وأنا ديتك وقتك عشان تفكر فيها براحتك. لا أنا. إيه مشكلة إنبي لو في مشكلة. مش كلامي. لو في مشكلة مع النادي الأهل. على فكرة إحنا أكتر نادي بنتعامل معه النادي الأهل. وبنحب نتعامل معه. أنا الموضوع. ما رأس هجيلك بعد كده على مشكلتك مع نادي الزمالك. ما عنديش أي مشاكل خالص والله. هي مشكلة حاجة واحدة بس. إن أنا بيبقى عندي لعيبة كويسة. ممكن الأهل والزمالك يخشوا في سراع مع بعض فيه. كلاعب. إنما إحنا كنادي أمبي بالعكس جدا إحنا لو قعدنا نعد النجوم اللي راحت من أمبي للأهل أو اللي راحت من أمبي للزمالك. لعيبة كتير جدا. طيب ما بتقالش دايما إن في مشكلة بين أمبي. بس بتقال إن في مشكلة بين أمبي. إيه أصلها؟ إيه من وجهة نظرك أصلا؟ لا أعتقد هي ما ظهرتش غير في موضوع مصطفى شلبي. مصطفى شلبي. وما كانش على فكرة أنا مش أعيز أقول الأسراط. بس إحنا وله والله والله مش إحنا اللي وقفنا وقفنا للصفقة مصطفى شلبي. خالص احنا كنا طالبين مبلغ خلاص وبرضو على قد معلوماتي النادي الاهلي وقف عند حد معين خلاص وقال لك لا انا مش هكمل مدرب الاهلي وقتها وقتها مدرب الاهلي قال لك خلاص انا مش عايز مسماني انا مش عايز يعني مسماني هو اللي قال انا مش عايز مصطفى الشرق مش عايز وقفت خلاص لا لا بالعكس بالعكس احنا اصلا خلي بالك طب هقول لك الحال يعني لو احنا عايزين نودي مصطفى انا مش مصلحة ان انا احدد للاعب نمرة واحد اللاعب هو اللي بيبقى مكرر وعايز يروح فيه صح نمرة اثنين العرض اللي انت بتبقى محتاجه انا بقول مثلا عايز ساي خمس واحد قال لي لا انا هديك واحد جيت تاني قال لي انا هديك اربعة ما انت في النهاية برضو انت بتبص المصلحة نديك انما اما نجي نبص لعلاقة امبي بالاهلي انا شاف ان هي علاقة محترمة جدا احنا اصحاب جدا وطول الوقت فيه تفاهم وفيه حتى في قطاع النشئين المسابقات اللي بتتم وفيه تعاون كبير جدا بيننا وبين النادي الاهلي طيب معلش عشان التوضيح هالمسيمان اللي رفض مصطفى شالبي ولا كان مرسي كولر متهالي كان كولر كولر اه كان اول مجيب اشانا اقولت مسماني لا لا كان مرسي كولر اول مجيب انا بس عايز اقول ان المدير الفني في التوقيت ده هو اللي يعني هو اللي بيختار اه ووجد نظر للمدير الفني ووجد نظر اللاعب طبعا هو رقبيته ايه بس كمان المقابل المالي هل المقابل المالي وقتها من النادي الاهلي كان اكبر من النادي الزا مالك лا اطلاب انا بكلا ممكن يكون الاهلي كان عارض رقم كبير بس المدرب رفض فخلص الموضوع بازل لا كيه كان نادي الزمالك كان عرض اكتر اه نادي الزمالك اللي عرض اكتر اكتر برقم كبير يعني ما اعتبرش يعني اه يعني تقريبا تلت حاجة كده يعني تلت الرقم زيادة يعني اه زيادة اه فهو ده اللي خلى الصفقة تروح للزمالك ببساطة يعني اول مرة اسمع الكلام يعني هو كان قصة النادي الاهلي مش نادي ام احنا ما عندناش مشكلة خالص مع النادي الاهلي بالعكس بالعكس خالص يعني طول مناسبة لو كان ايه لو الاهلي مدير الفني مارسي الكولر قالك انا عايز مصطفى الشربي وقالك ده اخر رقم ما اقدر ادفعه ورقبة مصطفى الشربي كانت النادي الاهلي هنا بقى عندك رقبة اللاعب وعندك المدير الفني انك عايز بس الرقم اللي جايلك اقل من الرقم التاني كنت هتاهم بليه اه هو دي طبعا نقطة بنقعة فيها كتير في الحقيقة اه ان انت بيبقى رقبة اللاعب عايز يروح مكان والنادي ما اخلي بالك ساعات بيحصل تفاهم بين اللاعب والنادي لا انت تضغط على النادي عشان بس في نقطة مهمة اللاعب نفسه لازم يبقى اخد باله منها ان هو في النهاية النادي اللي هو بيسيبه ده اللي هو بيته الحقيقي اللي هو عمله نجم لازم برضو يبقى بصص المصلحته صحيح يعني ايه ما ينفعش ان اللاعب ياخد مصلحته بس كل حاجة صحيح لا انت النادي تعب وعملك نجم وا 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 فده لازم يبقى ليه تمن صح لازم يبقى مش عشان تمن ان انا بيتحكم فيه لا بس ده طبيعي ان انا ساعدتك وسندتك فانت لازم بيجي في التوقيت ده ان انت برضو توقف مع النادي بتاعك ان انت ما تبقاش عشان انت رايح نادي جديد تنسى النادي القديم بالمناسبة القصة بتاعت حمد فتحي والفلوس بتاعتكم النادي ده النادي الاهلي اتحلت الازمة دي ولا لا اتحلت خلاص احنا الفلوس القديمة النادي الاهلي دفعها يعني بس ولسه ان شاء الله بقى اللي هو الرسيل بتاع حمد فتح البيع لنادي الوقرة اه ده لسه عشان بقى بواخدينه قصاته الموضوع ماشي عادي مفيش مشاكل يعني انتو لكم مستحقات لسه ما زالت عند النادي الاهلي اللي هي عادت البيع هليكم مستحقات انادي الزمالك لا ملكنش مستحقات انادي الزمالك الموضوع انادي الزمالك عظيم جدا احنا لسا كاملين مع الكابتن محمد اسماعيل مدير الكرة ابن نادي امبي بعد الفاصل نواصل خليكم معنا لسا مشرفني وبنورني الكابتن الكبير كابتن محمد اسماعيل لحوار ممتق جدا مدير الكرة ابن نادي امبي طب كابتن محمد في نقطة عايزة اكلمك فيها وكنت مستغربة شوية مصطفى شلبي اول ما راح نادي الزمالك كان بيمر مرحلة صعبة جدا بدرجة ان احنا شكينا انه هل مصطفى شلبي فعلا لقيت جيد ولا لا وكان متقلق جدا مع امبي يعني ما يروح للزمالك وبدأت مرحلة الشكة وباية صفقة فشلة وليه الزمالك جا جميل الزمالك يعني قولي الزمالك جا مصطفى شلبي ومش كل العيب يلعب في الزمالك والاهلي والتيشرت تيل عليه وفجأة الراجل قبل الاصابة طبعا كان مكسر الدنيا مع الزمالك هلالك كنت متوقع انه مصطفى شلبي يتحسن هذا التحسن معنات الزمالك كنت خايف او متوقع انه زي العيبة كتير كيبت انه مطلقة مع فرق او ما تروح لفريق جماهيري بتنتهي لا انا في الحقيقة انا هقولك حاجة مختلفة خالص انا مستغرب ان لسه مصطفى شلبي مظاهرش بالشكل المفروض عليه اصلا كمان انا هقولك على مفاجأة من وجهة نظر عشان برضو الناس بقى انا شايف بديل زيزو واللي هيحل المحل زيزو مصطفى شلبي بتكلم بديل زيزو حتى زيزو مشي من الناس كمان مش هيحل المحل مصطفى شلبي لعيب كبير جدا بس هو ايه المشكلة برضو ان توقيت اللي راح فيه نادي الزمالك النادي مكانش فيه احسن حلالة الفرقة كلها مكانش كويس فانت صعب جدا ان انت تبقى لسه جاي ويتبان بشكل ان انت تشيل فرقة صح فطبعا وجماهير الزمالك طبعا عندها حق ان هي مستنية نجم واشترو بفلوس وكده فمستنين بقى لا فطبعا ان اللعبة ما بيبقى جاي نادي مش نادي جماهيري زي امبي ويروح نادي جماهيري كبير جدا زي الزمالك الموضوع برضو بيبقى صعب وبردو بيبقى لسه ودنه مش متعودة بقى على الانتقادات ومش متعودة على حاجات كتيرة جدا نما كامكانيات مصطفى شلبي انا بقولك مصطفى شلبي اعتقد الفترة اللي جاية هيبقى لي شأن كبير جدا في نادي الزمالك عظيم جدا انتو بكلام حضرتك بتقول ان انتو عندكو دايما مشروع طويل الامد اللاعبين مش مش بتستعجله يعني اللي هو انا بسيوه بالبلد كده يستوي عليك يستوي صحيح هل ده هيحصل مع الكابتن تامر اسماعيل؟ تامر مصطفى عفوا تامر مصطفى هل الكابتن تامر مكمل مع الفرقى حتى لو النتائج بعض الشيء تعصرت في اي وقت من الاوقات ولا 4-5 مباراة نتائج سيئة تعان غير مدرب ونغير وزي ما بنعمل دايما لا عايز اقولك على حاجة بردو مهم كابتن تامر انت قلت مشروع هو فعل مشروع واحنا المشروع بتاعنا مش مش لعيبة بس بردو يا كاريه مدربين كمان يعني كابتن تامر انا اعتقد ان هو الحمد لله بقى من ضمن الاسامي ان يتحط في الكلاس ايه بتاع المدربين ودي حقيقة يعني تامر مصطفى من المدربين اللي هيبقى ليهم شأن كبير جدا 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 فالموضوع عامل زي بردو اللعيب يعني اللعيب جاله فرصة كويسة وتناسب النادي وكذا ممكن اك تامر احنا بنعتبره ابن النادي طبعا ابننا في الحقيقة يعني وهو ممكن اما تجيله فرصة احنا كمان نساعده فيه يعني الموضوع مش علاقة عقده هيمشي او مش هيمشي الموضوع بالذات احنا مشروع ابتدناه سوا كل واحد ليه وقته ممكن يخرج فيه بس يخرج بالشكل زي ما بقولك مش مستعجل عليه يعني ممكن كابتن تامر يجيله عرض مميز جدا احنا هنبقى اكتر نسعى مبسوطين يعني الموضوع بيننا وبين الكابتن تامر الموضوع بالذبط زي ما بقولك كده حاجة انت برضو بتخرج عايزه اقول ان تامر مصطفى ده اللي هو في فترة ما هيبقى من احسن نجوم في مصر ان شاء الله برضو ابن امبي خارج من امبي هو ده تارجد لينا برضو ممتاز كابتن محمد تشرفت ونورت دايما نضيف عزيز رائع جدا على رقم والله انا اللي ببقى مفتوك جدا معك وانا كريم وبحس ان انا مش مش في حالة بحس ان انا كده قاعد قاعدة جميل اه بصراحة يعني بصراحة شكرا 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 انت طيب ربنا خليه ده كان ختام حاليتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب حلالة بخير موسيقى